كنت سألت كل اصدقائي على منصات التواصل المختلفة ان هما يبعتوا لي الاسئلة بتاعتهم وانا هجاوب عليها. والحمد لله قدرت ان انا اجاوب على الاسئلة. وهجمحها لحضراتكم وحطها فيديو على قناة اليوتيوب. ودايما لو انتم عايزين اي سؤال بتسبهوا لي وان شاء الله بحاول لنا اجاوب علي. شكرا لكم وشكرا لدعمكم. شادي بيقول هو ارتخاء الجفن بيتضاعف معه السن يعني بيتزايد معه ان احنا نجبر في السن ولا لا? طيب يشادي احنا اولا ايه اسباب ارتخاء الجفن? اولا يا اما حاجة وراثية فده هيبقى طفل مولود عنده ضعف في العضلة اللي بترفع الجفن ده غالبا الموضوع مش بيزيد او ارتخاء بيجي للناس الكبار نتيجة وهن في العضلات بتاعتنا العضلة اللي بترفع الجفن وده اللي ممكن يزيد في امرات تانية زي مرض اسم وهن للعضلات بيجي اكتر في السيدات اللي بنتلاحز ان ارتخاء الجفن وارتخاء العضلات وضعف العضلات ده بيزيد مع اليوم يعني اليوم نفسه بنسحة الصبح نلاقي الامور كويسة على اخر اليوم نلاقي ان ادينا ورجلينا وعضلة العين كمان الجفن يبدأ ان هو يحصل الموضوع ده لو احنا هنتكلم عن او الشائع اللي هو احنا مولودين به هو مش بيزيد ان شاء الله بازن الله في اغلب الحالات مش بيزيد معه السن. طبعا عايز اعرف اكتر عن سبب الارتخاء بتاعك ولو امكان تبعث لي على الخاص الصور بتاعت الارتخاء بتاع الجفن ده. اه طيب احنا بنقول استاذ النهاية بتقول احنا عملنا عملية زرع عدسة. النظر ضعيف وفي زغلالة. الدكتور بيقول لازم حقن لان في ابر وارتشيح. طيب افسر لحضراتكم. اه في مرض او في حاجة اسمها اه الاوعية الدموية تحت مركز الابصار. مرض معين بيسبب ان في اوعية دموية بتطلع تحت مركز الابصار. وكمان الاوعية الدموية دي عشان هي ضعيفة فبتبدأ ان هي ترشح يعني تطلع المكونات بتاعتها. فتطلع مية او تطلع دم فتعمل نزيف تعمل رشح. وللاسف ده بيجي في اكتر حتة حساسة في الشبكية تبدأ الحتة الحساسة دي ان هي تتورم. وتبدأ ان النظر بتاعنا يضعف وعلاجها بيكون عبارة عن حقن داخل العين. ولحظ ان هي بتبقى موجودة اكتر في الناس اللي عندهم قصر نظر عالي. الناس اللي عندهم مشاكل اخرى في الشبكية لو حد تخبط في الشبكية وبعض الامراض الاخرى. بنعمل ايه? بنعمل العلاج بتاعنا بيكون حقن دوائي حتى تحسن العراض ان شاء الله. بالنسبة للسؤال بتاع الجوكر اللي هو ليه الرؤية الصباحية بتكون جيدة عن الرؤية المسائية. في كزا سبب. في كزا سبب للموضوع ده. اول حاجة زي ما انت قلت ان المقاس ما يكونش مزبوط. اللي يكون في مسلا استجماتيزم احنا مش مزبطين ومش واخديني المقاس بدقة. تاني حاجة بقى ودي حاجة في القرانية ان يكون عندي حاجة اسمها تشوهات بصرية. نوع من انواع ضعف النظر. انواع من انواع ضعف النظر. القرانية بتاعتنا بتكون غير مستوية. فيكون عندنا مشاكل في الرؤية الليلية. تالت حاجة ان يكون عندي حاجة في الشبكية لقدر الله. وعندي ضعف في الرؤية الليلية. هنعرف الكلام ده ازاي? هنعرفه بالكشف في الاياء ده. اخد المقاس مزبوط. تاني حاجة. والله لو لقيت ان الموضوع الشكوى كبيرة. هبدأ بقى ان انا اشوف فحص قرانية. بنعمل فحص اسمه زاي ويف. او فحص ان انا اقدر ان احلل تشوهات البصرية دي. وكمان فحوصات تانية لو عندي مشاكل. اسئلة كتير عن تقنيات الليزر فيترولايسس وهي اللي ما يعرفش الزبابة الطائرة اللي هو واحد من الاعراض اللي بتبقى موجودة عندنا. بتبقى عبارة عن اجسام من بروتينات اه بتعوم داخل الجسم الزجاجي حاجة جوة العين بتعوم. فبتعمل لنا حاجة اسمها الزبابة الطائرة. واحد من العاجات بتاعتها وهي اللي بقى الاسئلة بتقول الوقت بتاعتها. الوقت بتاعتها ده دقيق. بتحتاج جلسات الدقيقة. غالبا مش هتحتاج اكتر من جلسة. اه يعني ماكسما من جلسة او اتنين. اه السعر بتاعها ازاي بنحدد يعني بنحدد عدد الجلسات دي ازاي وكل ده. كل ده بيرجع الى الطبيب المعالج. احنا بنلجأ لو هي كبيرة لو هي قريبة من العصب البصري او قريبة من الشبكية فبتعمل خيال مزعج. اه ما يقدرش المريد ان هو اه يتجاهله زي ما بنقول في العلاجات العادية. الف سلام على حضرتك. طبعا يعني للاسف يعني ضمور العصب البصري. اه سواء الجزئي او الكلي ده واحد من الحاجات اللي لسه العلم بيحاول ان هو يجرب علاجات جديدة فيها ان شاء الله. حاليا ما فيش علاجات كبيرة. اه في تجارب على التنشيط الكهرابي للعصب البصري. بس كلها ما زالت في التجارب. مفيش حاجة اسمها آآ علاج حديث. حتى الان مفيش حاجة اسمها خلاج زعية. واللي بيعمل كده ده بنقول عليه ان هو ده اجراء غير طبي. ده المصطلح يعني المؤدب او خلينا اقول ان هو ده اسمه نصب طبي. آآ اتمنى لكم الشفاء العاجل بازن الله ويا رب يعني زي ما تعودنا ما فيش حاجة بعيدة عن العلم وفيش حاجة بعيدة عن آآ رحمة ربنا ان شاء الله وربنا يشفيكم يا رب. السؤال بيقول لو عندي عين كسلانة هل هتسحب النظر من العين التانية ولا لا? الحمد لله ان ده مش بيحصل. كل عين لها رؤية منفصلة عن العين الاخرى فلولا قدر الله عندي عين فيها كسل. عندي عين فيها اي مشكلة ما العين التانية بازن الله لو ما فيهاش اي مشكلة فتظل محتفظة بقوة النظر بتاعتها. طيب. يبقى معنى كده اولا ان انا اطمن مش هيحصل مشكلة في العين السليمة. طيب هل العين الكسلانة دي اصيبها? لا احاول بقدر الامكان لو ينفع ان احنا علاجها لو ينفع ان احنا آآ نعمل تمرين علاج الكسل حاول لنا انشطها. ليه? وزي ما بقول لكل الناس اللي بيجولي ان انت دلوقتي معتمد على عين واحدة طول الوقت. طيب لو لو العين السليمة دي لقدر الله وهنقول على على اهوة حاجة جي فيها التهاب اتخبطت فيها. آآ حسيت ان انت عايز تقفلها هتيجي تعتمد على العين التانية هتلاقي ان العين التانية مش بتدي معك اي نظر. فاتطمن وحاول تعالج العين الكسلانة لو في ليها عليك. شكرا جزيلا. طيب هل عدسات الاي سي اللي بتعالج الاستيجماتيزم? عدسات الاي سي الف مين هنوعين? النوع العادي وده مش بيعالج الاستيجماتيزم والنوع التاني اللي آآ بيعالج الاستيجماتيزم بالذات لو استيجماتيزم مرتفع واسمه توريك اي سي التوريك اي سي اللي دي بتعامل خصيصا بنبعد بها اردر للمصنع في امريكا بيعملها وبتيجي بعد فترة من شهرين لتلات شهور وده تبقى مزبوطة على حسب القياسات بتاعتنا بالزبط وتقدر تصلح لحد ست درجات استيجماتيزم. وآآ المفروض ان احنا نكون واخدين المقاسات بتاعتنا بدقة. حجم الخزانة الامامية يكون اكبر من تلاتة ميلي. ونكون عاملين قياس اسم وايت وايت ده قياس بتاع عرض العدسة. عشان العدسة ما تكونش اكبر من اللازم وتضغط على القزحية بتاعتنا. لو حابين اي استفسار اسألوني.